عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يتخوف على أمته من ثلاث واحدة من هذه الثلاث مضلات الفتن الفتن قد تلبس الأمور على الناس فيضل بعض الناس بسبب هذه الفتن والقرآن يقول والفتنة أشد من القتل أن يفتتن الناس في عقيدتهم في دينهم هذه قتل لأرواحهم ولطريق الكمال فالنبي صلى الله عليه وآله كان يخاف على هذه الأمة الفتنة وقد حصلت فتن بمجرد وفاته صلى الله عليه وآله افتتنا الناس في أمر الخلافة وصارت الأمة من فتنة إلى أخرى هذا والمعصوم بين أظهرهم لكن الإنسان إذا فقد البصيرة قد يأتي للمعصوم ويقول له أنت مثلاً أذللت رقابنا يا مذل رقاب المسلمين يأتي للمعصوم يقول له كما قل الحسين أنت خرجت على الإمام انزل على طاعة يزيل البصيرة غائبة لهذا في مثل الفتن هناك أهل الزير الذين قد يوظفون المتشابه من القرآن فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه من يسلم من الفتنة من لديه بصيرة والبصيرة هي رؤية القلب والبصر رؤية عيد وجمع بصر أبصار وجمع بصيرة بصائر فالبصيرة نور في القلب يدرك به الحقائق فلا يلبس عليه الحق وهناك العديد من المحققات للبصيرة يعني عوامل حصول البصيرة في قلب الإنسان أنا حديث الليلة عن عامل ونحن على أبواب أشهر العبادة نريد أن نذكر العبادة ودورها في تحقيق البصيرة لو جئنا إلى القرآن الكريم الله يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذن هذه التقوى التي حصلت في قلوبهم سببها انتصارهم على الشيطان والشيطان يزين ويأتي لهم بوسوسات والتسويفات والتزينات لكنهم تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون مو يبصر بالعين قلبه يبصر أن هذه وسوسة شيطان وأن هذا ضرر عليه والحق في خلاف الشيطان فإذن العبادة مطلوبة لأنها مذكرة بالله الله يقول وأقم الصلاة لذكري فإذا كانت وتحقق البصيرة نقرأ بعض الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته بعد ويجعل لكم نورا هذه البصيرة ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم إذن التقوى وليد الدكر والبصيرة وليد التقوى يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يفرق الإنسان أين الحق وأين الباطل أين الخير وأين الشر فببركة التقوى الناتجة من العبادة أيضا والعبادة تصنع تقوى الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالعبادة تحقق التقوى والتقوى تحقق الفرقان والرؤية الواضحة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرايل قال قال الله تبارك وتعالى من أهان وليا فقد بارزني بالمحاربة ولعل صقف العبارة من أهان لي وليا وما ترددت في شيء أنا فاعله مثل ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ما يريد يسوء ولابد له منه الآن نجي إلى الشاهد وما يتقرب إلي عبدي بمثل ما افتردت عليه فرائض ولا يزال عبدي يبتهل إلي مشغول بعبادتي حتى أحبه ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا وموئلا إذا الله سمع بصري الله الحق فأنا لا أرى إلا الحق ولا أسمع إلا الحق ولا أفعل إلا الحق هذه البصيرة هذه تتكلم عن الفرائض رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أنا حرب والله بالغ أمره ما حد ينتصر على الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افتردته عليه فريضا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل مواجب عليه لكن تقربا ليقوم بها حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يبصر فيه ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه يستعيد من الشيطان الشيطان ما يقدر عليه إذن هذه البصيرة تتحقق بالعبادة الآن في نهاية الكلمة نريد أن نقارن بين طائفة فيها بصيرة وطائفة لا بصيرة لها في القرآن الكريم يقول تعالى أَوَمَنْ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ هذا يقول حياة هذا عنده إدراك البشر يقول له ليس الفرق به الحي والغير الحي يقول إدراك إذا يدرك حي ما يدرك شيء جماد فالميت لا إدراك له أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسِ بِخَارِجٍ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هذا عند نور هذه البصيرة وفي آية أخرى تتكلم عن الذي ليس له بصيرة وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ليش هؤلاء ما يبصرون ما يشوفون يا رب انت ما أعطيتهم قلوب ما أعطيتهم أسماء ما أعطيتهم أبصار وسائل المعرفة ما أعطيتهم قال لهم قلوب لا يفقهون بها إذا قف القلب أم على قلوب أقفالها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون غافل لا يرى فإنها وفي آية أخرى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور عمل بصر الآن يعودون بأي شيء يقدر ادارك ما ينقص عمل بصير ما يرى الحق ولا يفهم ميت لهذا الرواية عن إمامنا الصادق العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق لا يزيده سرعة السير إلا بعدا تخيل أنت الآن بتروح سوق واقف هذا طريقها وخط الطريق يسار كل ما زيدت السرعة اقتربت لو بتعت بتعت بلا بصيرة هكذا طبعا احنا في زمن غيبة فالذين كانوا في زمن حضور فقدوا بصيرة في بعض الأحيان وتمردوا على إمامهم ففي زمن الغيبة من الطبيعي أن الفتن أشد فنحتاج إلى بصيرة أشد والروايات تتكلم عن غربلة بعد غربلة حتى ينخل المؤمنون الذين يصلحون لنصرة الإمام والروايات تتكلم عن أنصار الإمام تتكلم عن عبادتهم وسهرهم عباد في الليل شجعان في النهار في الليل في المحراب والنهار في الحراب هذه طريقتهم من قبل ظهور الموعود الميمون بالتالي نحن على أبواب أشهر عبادة المؤمن لازم استثمرها والعلماء جزاهم الله خير طرحوا شعار هذا العام لا ألوذ بسواك ونحن على أبواب أول ليلة من شهر رجب وهي من الليالي الأربعة التي كان أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية يفرغ نفسه لها ويحب في المؤمن أن يفرغ نفسه لها ليت أول ليلة من رجب قد يقول واحد والله احتمال لإهلال ليلة ليلة لا تفوتك لا يمكن يثبت تفوتك ليلة الثاني احتياط هي ما وصبها أمير ممنين وهو باب مدينة علم النبي إلا لأنها تحقق الخير الكثير فإذن علينا أن نشارك في البرامج العبادية التي ستقام وأن ننجحها لأن نجاح نجاح النفس في الحصول على البصيرة والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر